بدأت سلطات الإسرائيلية بتنفيذ مخطط إنشاء جسر سياحي للمشاه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة المخطط والتي وصفته بأنه سياسة لتهويد مدينة القدس وأشار الأمين العام للهيئة الدكتور حنى عيسى لأن المخطط يقوم على بناء جسر يربط حيى الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة بإشراف سلطة تطوير القدس الإسرائيلية كسف